التعليم وتطوير التعليم وربع ابتدائي وامور اخرى هو ده موضوع حلقتنا النهاردة السادة المشاهدين اهلا بكم وحدي طبعا منتكلم عن مكافحة الارهاب وموجهة الارهاب كنا منتكلم دايما عن الست محاور محاور الاعلام محاور الثقافة محاور الدراما المحاور الامني طبعا وكنا منتكلم عن محاور التعليم محاور التعليم مهم جدا وازاي ان هو من خلاله احنا نستطيع تغيير العقول ونشر الوعي والتأثير في اجيال جديدة هم نتكلم عن 24 مليون طالب في التعليم ما قابل الجامعي ده بالنسبة لمصر موجودين قدام السلطات تقدر تغير افكارهم وكلمنا كتير ان ازاي لسه ما زالت فيه رواية زي اقبى بالنافع او زي فكرة حروب السيف وفكرة الجهاد وهذه الافكار اللي لسه بتورس والحضارة الاسلامية وتوريس افكار الخلافة الاسلامية اللي هو في غفلة من الزمن هم اخترقوا التعليم الاسلام السياسي ووضع فيه بعض الامور اللي هي بتخدم على افكاره او ايدولوجيته وشاله حاجة زي الشيخان كان بيديها طاح سين كان بتقدم افكار مختلفة او بتقدم له صورة متنوعة وقريبة من الحقيقة وتبين له الصورة يعني العصر القديم بمساوئه وبإيجابياته مش بتدي صورة كاذبة عن عصر مثالي كما وجود من 14 قرن فالتعليم مهم جدا وعلينا بنطالب التطوير طيب بعد ما طالبنا بالتطوير ليه نزع لنا من الوزير ليه الناس مش كنا ده اللي بنطالب بيه اللي هو ما فيش يعني قصدي ما فيش فكرة التلقين وش عايزين فكرة الحفظ وان المفروض الشخص يفكر ويبدع ويبقى عنده عقلية ناقدة ده اللي فعلا كنا منطالب بيه هل ده تحقق ما تحققش ايه لسلبيات يعني دايما احنا نقول ان عملية التطوير هي عملية مستدامة ممكن منجرب تجربة التجربة دي تحقق نتائج مبهرة ممكن تحقق نتائج منقوصة نبدأ نشوف الصغرات اللي فيها ونبدأ نعيد تقييمها مرة اخرى وهكذا ونسد الصغرات طيب دلوقتي الوزير طريق شوقي طبعا بقاله عدة سنوات في الوزارة وعمل تطوير في مناهج الابتدائي والكيش جي وانو والكيش جي تولغة وصل للسنوات دي الرابعة ابتدائي وطبعا موضوع التابلت في السنوات العامة ومشابه ذلك وطبعا كان حصل هجوم كاسح من صفحات المميز اللي هم أولياء الأمور ومشابه ذلك على المنهج الجديد بتاع رابعة ابتدائي اللي نخمته وكسفته وعدم توفقه مع الطلبة بشكل او باخر او مع عقلهم وفرقهم الفردية وان هو يعني الموضوع صعب الموضوع ما كانش ايه فيه تسهيل طبعا بشكل عام او باخر زي ما قلنا التعليم يحتاج تطوير ويعني خلاص يعني كتالوج اي تطوير دولة ونقلها من العالم التالت للعالم التاني او العالم الاول هو التعليم والصحة يعني هم فيه محورين اساسيين بيتكلموا عنهم اللي هو التعليم والصحة بالنسبة للتعليم هم فعلا في لجان وعندنا المركز القومي للتطوير المناهج اللي هو مش اول مرة يطور ولا اخر مرة حيطور زي ما قلنا عملية التطوير للتعليم دي عملية مستدامة وبدأوا يعملوا كتب كان زمان ودائما طبعا فيه هجوم يعني سواء بقى من الاسلام السياسي او سواء من بعض المعارضين وده حق يعني فكرة المعارضة او النقل ده حق بشكل او باخر لاننا ده احنا عايزين نقوله للناس عايزين نقوله للناس تتعلم الحوار تتعلم الرأي الاخر تتعلم فيه تعرض في الأقراء ومشابهة زي فكانوا دائما كان لما قال المصطلح بتاع فكرة كان لما فصل موضوع فكرة المسيحين يخرجوا في حصة الدين ويروحوا يوضعوا في حصة لوحدهم وحاجات زي كده وان احنا نعمل كتاب قيم واخلاق ممكن يجيب القيم من كل الاديان طبعا حصل هجوم وهيلغي الدين وحاجات زي كده طبعا هم عملوا حل وسط وانا بشيد بفعلا الكتاب انا ما شفتش كتاب روعة ابتدائي بس الكتاب تلتة ابتدائي لان ايه بلي في تلتة ابتدائي اللي هو الاخلاق والقيم ده او القيم واحترام للاخر كتاب رائع طبعا الانتاجاته ده لنهضة مصر لصالح الوزارة وطبعا ساموا كتاب الدين زي ما هو يعني ما زال فيه كتاب دين وحطوا ده الكتاب ده زيادة طبعا فيه القيم موجودة وبيدنقش ست قيم في السنة دي والحب الرحمة الاحترام الامانة الاتقان المصابرة وانا تجولت في الكتاب بشكل او باخر وان هو ازاي يعمل قيمة بمرجعية انسانية ويعلم الناس قبول الاخر فيه موضوع عن قبول الاخر وازاي تتقبل الاخر وتتقبل التنوع وبصراحة في شكل قصص وقصص مصورة يعني الكتاب زي احنا شايفين كده ايه قصص ايه مصورة وجايب الجد والجدة والاب والام وده ده المجتمع الغربي كده وقص المجتمع الغربي ما بيعلمش القيم منطلق ديني انت بتعلم القيم من منطلق انساني واجتماعي ان القيم دي قيم عالمية يعني فكرة الرحمة والحب واحترام الاخرين وقبول الاخر دي خلاص ايه هي العلمانية ايه على كده بتاعت المجتمع الغربي فازاي انت تتنشئها في عقول الصغار ويطلعوا بيها تصبح جزء من تكوينهم النفسي وجزء من تكوينهم العقل ان احنا كبشر مختلفين وان احنا مختلفين في الاراء ومختلفين في الافكار ومختلفين في محبة الاشياء وكرهاها ويحب الموسيقى اللي يحب الرسم نقشوا هذه المواضيع فازاي ان احنا نقبل ان احنا نبقى مختلفين ونقبل صديقي ونقبل عيوب ونقبل ايجابياته وسلبياته ويبقى كائن اجتماعي كائن يتعايش اجتماعيا وطبعا حطين نشاط اسم التوكاتسو والتوكاتسو ده نشاط بتاخد من اليابان حتى مصطلح ياباني نفس التوكاتسو وهم فعلا بيعلموا الاطفال يعني عندهم منتين نشاط مش عارف ايه هم بزبطة تفاصيلهم انهم من ضمنها مثلا الاستاذة او المس او بتاخد الولاد وتبدأ تتحرق بيهم في الشارع في شكل منظم وازاي يشوفوا اشارات المهور ويحترموها ويستنوا اشارة المشاة وتعلمهم الاشارات طب ويعدوا الطريق ويروحوا يشوفوا يركبوا مواصلة عامة واتبينهم ازاي ان في ناس كبار في المواصلة العامة ففي ادبيات ركوب المواصلات العامة فيبدأوا يغطوا صوتهم عشان في ناس كبار مش عايزين دوشة مش عايزين صوت ما يتحركوش حركات فيها يعني نشاط زائد ربما لا يتناسب مع المواصلة اللي هم راجبين فيها طبعا يبانا عددهم كبير جدا كسافة بشرية مئة وعشرين مليون في مساحة صغيرة وكلها جزر وطقل ودي زحمة جدا فانت كمان في زحمة وازاي نشي اماكن انت ممكن تلعب فيها وتفجر نشاطك الحركي كطفل اللي هو في الحضائق فتعرف تعرف انت ايه واجباتك وايه حقوقك بشكل تكويني يعني مش بشكل بقى ان دي بيقول ولا دي ما بيقولش لا احنا كان احنا مجتمع وان احنا متدورين مع بعض فكل واحد ليه منطقة مساحة الخاصة اللي يقدر تحرك فيها وازاي نحترم المساحات الخاصة لبعض وازاي نحنا نحترم بعض وازاي تلاقي معدلات الاعتداء او التنمر يا الاقل طبعا موجودة بشكل او اخر يعني في كل المجتمعات ولكن هما اظهروا اليابان على مدار خمسين سنة على فكرة اليابان ده كان شعبي شارس جدا وكان يعني عاملين دوشة في المنطقة يعني بيغزوا المناطق اللي حواليهم وكان الشعب نفسه مع يعني مع انتشارة زي السقافة بقى شعب فيه درجة من درجة الشراسة ازاي ان هما عن طريق او الكارتون اللي هما بيعملوه ده انا حتى بحب المحقق جونال والحاجات دي بحبوهم قوي يعني بتفرج على افلامهم فهم عن طريق الكارتون ازاي ان هما يغيروا طبيعة الشعب اليابان ويخلوه شعب اكثر يعني يعني رقيا واكثر تحذرا واكثر نعومة يعني سميها شعب كيوت يعني لو مصطلح العام المصري فيأثروا فجدان الشعب الياباني ويأثروا كمان على سمعته في العالم فالناس اللي احنا كعلى معارض بنقول لك ده قارة الجبان ده بنقول لك ده يعني نعتبر اليابان دي حاجة ايه لكنها خارج العصر ومن بصرها من بهار من بهار شديد جدا واللي راحوا اليابان بيحكوا عنها يعني اساطير يعني في النظافة وفي السلوكيات وبتبدأ تنتقل هزي الأمور فاحنا خلاص أصبحت ايه نظرتنا للشعب الياباني نظرة فيها تقدير واحترام وهم نفسهم بينهم بين بعضهم بقوا شعب طيب او شعب كيوت رو انه كان شعب زي ما قلنا شرس ازي عن طريق التعليم والحاجات دي تغير ثقافة شعب تغير سلوكيات ايه شعب فتكسر ده زي ما قلنا مش بمرجعية دينية انت بتشرح الأخلاق والاحترام والمساحة الشخصية اللي بتحدك اللي هو الأديان بتحد عليها طبعا انه هو يعني ويلهم المتفرفين الذين اذا اكتروا على الناس يستوفون وانه اذا كانوا اوازنهم يخسرون اللي هو التطفيف بمعنى العام الاجتماعي هم ما بيحطوش في اطار ديني هو بيحطوه في اطار انساني انت اللي هو يحب ان اخيك ما تحبه نفسك واللي هو انت ما تتنمرش على حد بد ان هو انت مش هتقبل التنمر عليك يعني بيه التطفيف بالمعنى العام والشامل في تفسير النص ولكن انا بتكلم انه هو ازاي لانه عنده مجتمع متنوع جزء منه ملحق جزء منه له ديانة مختلفة في مسلمين طبعا في مسيحيين في منويين في بوزيين وفي اليلية الدين انت بتعلم الناس المسيحات الشخصية واحترام المجتمع واحترام الكبير واحترام التنوع واحترام الاختلاف وقبول اخر قيم انسانية الشخص بتعلمها بدون دين وطبعا انت بتكاتسو موجودة في سنة ربعة ففي محاولات بس مشارط المحاولات دي تكون كلها ايجابية ولزاك حق النقد مكفول وانا حتى قلت كنت مع الاستاذ براهيم عيسى في حلقة النهاردة واتكلمت هم حتى في كتاب التاريخ فعملين موضوع من ضمنه فكرة الفرق من الحقيقة والرأي يعني الشخص يفرق من الحقيقة والرأي وجايبين بقى ان هو مش عارف مسلا مدينة الغرداء مدينة اجمل مدينة في مصر مسلا اجمل شاطئ في مصر وحاطت تحتها ان مش عارف سكانها سنة 2017 كان وانا واتسعين الف وكذا والطالب وفوضي جاوب دي حقيقة ولا رأي دي حقيقة ولا رأي الهارم الاكبر هو مش عارف اهم اثر في مصر وتحته معلومة ان مش عارف الاتفاع ومية 24 متر فبحث ان الطالب يبقى متفاهم ان فكرة انها اجمل مدينة دي عملية نسبية ده رأي انما كان التعبير الاحصى احصطه ومقالت انهما سنة 2017 كان واتسعين الف نسبة دي حقيقة ده رقم رقم تم رصده بشكل ابو اخر فهي معلومة معلومة موسقة بطريقة اخرى ربما يكون فيها نسبة خطأ ولكن في النهاية هي حقيقة او الهارم ارتفاع 14 متر دي حقيقة اجمل اصر بقى دي عملية نسبية يبقى ده في النهاية ده وجه النظر الرأي ممكن واحد يشايف معبد الكرنك واحد يشايف مش عارف اه اصوان او اصار المعابد الاهداك يعني او قارية الموت او ايا كان يعني فيه اصار تانية كتير ممكن الناس تشوفها اهم برضو الغرداء ممكن ناس شايفها الشيخ ناس شايفها العين السخنة هو اجمل شواطئ او اجمل مدينة فكرة المدينة برضو دي فكرة ايه رأي ودي فكرة مهمة جدا وملهمة وده المفروض ان هو لو بالناس فعلا او المعلم فاهم الفرق من الحقيقة والرأي والمحدش يعتد برأيه ويحسبه انه في النهاية رأي احنا في النزاعات في كرة القدم من التخاني نادي القرن ومش نادي القرن ونعتبر المواضيع يعني ايه اا يعني قضية حياة موت بالنسبة لمشاجئين المتعصبين او حتى اا تعميم الامور يعني في امور كثيرة جدا او او الخلافات السياسية او الخلافات الاجتماعية او الخلافات فاي نقاش نقاش في حدة وكل واحد معتد برأيه انه انت لما تعلم ان ده في النهاية رأي وربما يكون في رأي مقابل وانه حتى لا بدأت اهدي مش هتتعصب وانت بتدافع عن وجه نظرك السياسية او الاجتماعية او الثقافية او اي قضية بنتنقش فيها كل واحد بيتنقش في قضية اه في المجتمعات العربية او المجتمعات العالمة التالت احيانا او بالنسبة كبيرة حسب درجة الثقافة والتحضر بيكون في حدة في الاعتداد بالرأي وفي الدفاع عن رأيه اه رغم انه لو حسم الموضوع انه هو رأي وليست حقيقة مطلقة الموضوع انتهى حتى هو بيدفع عن دينه او عقدته لما يفهم فكرة ان الفالب الحقيقة والرأي وقبور الآخر دي قيم انسانية مهمة جدا فبشكل عام في محاولات جدة في تطوير التعليم ولكنها اقل من المأمول وفي مسارب يجب نتجنبها يعني فعلا انا طبعا طبعا منها جربها ابتدائي منها ضخمة جدا جدا يعني طبعا 13 مادة منهم ثلاث مواد موسيقى وتربية فنية وتربية رياضية دي مواد دي جميلة جدا معتمد على نسبة الحضور وفي عشرة مواد خمسة اساسيين في المجموع يعني اللي هو الدرجات بقى الزرق والخضرة والصفرة اللي هو عاملينها النظام الجديد مش درجات محددة ولكن الوان للتقييم يعني وخمس مواد تانية فيهم صوت ونجاح بقى اذا كان الدين او اذا كان التوكاتسو او اذا كان القيم واحترام الآخر او اذا كان مش عارف مهنية او التكنولوجيا حاليا عن التكنولوجيا يعني كلام نقدر نقول ان هو بزور فيه موجود كويس ولكن فيه تخوف انت فجأة بتواجه الطلاب ان فيه سقوته مجاح وعمل له كم دفتر بوحد انا شفت الديناميكا شفت تقتل حركة وشفت التصادم وشفت تقتل وضع موجودة في منهج الرياضيات العلوم برضو دراسات كتيرة جدا عن حيوانات وعن يعني وفيها حاجات فيزية يعني فيها الأمور يعني ربما لا علاقة بالفيزياء يعني فاحنا منتكلم عن منهج ضخم جدا بالنسبة لطلبة مستواهم وكفائتهم في القرية والكتابة لسه لم تكتم التخوف من ايه التخوف من احنا عندنا عشرين مليون ام في مصر والامية بشكل او باخر ما عندهمش القدرة على اكتساب الوعي عن طريق القراءة وربما استيعابهم حتى ليه طبعا بيراش مقالات او حتى يعني مجرد ان هو بيشاهد تلفزيون فحتى درجة استيعابهم للامور ربما يكون اقل يعني طبعا فيهم الناس طبعا يعني فصحاء يعني مش شفت ان هو يكون لا يوجد القراءة والكتابة ولكن ربما يمتلك درجة من درجة الحكمة والفهم والوعي بالمجتمع ونحاول يكون يعني اهم المتعلمين ولكن هم نتكلم بالنسبة عامة بيكونوا دول عرضة لسيطرة اللغة الغوغائية او اللغة العاطفية او الكلام باسم الدين لتحييج المشاعر فانت كل ما تقلل طبعا الامية كل ما بتكسب ارض ضد فكرة التطرف والارهاب وفكرة ان هو ناس تستغل الدين لترويض افكار وامور معينة فاحنا الخوف ان مثل هذه المناهج تؤدي للتصرف لان احنا منتكلم عن مجتمع زي ما قلنا فيه عشرين مليون ام المعلومات بقى احنا منتكلم عن الحقيقة هو رأي دي الحقيقة انما الرأي بقى ان هو بسلا وزير يقول ان ده افضل منهج في العالم وان العالم بيستلهم هذا المنهج مننا في النهاية ده رأي وبرضه شدت الوزير مجروح لان هو يعني من يشهد العروسة يعني معنى صح انما يعني المنهج مرزول في جهد انما زي ما قلنا لو ادى الى تصرب من التعليم اكثر لان كان فيه تصرب مئة وخمسين الف العام الماضي التقارير بتاع التعبير والاحصى كان فيه كلام عن مليون واثنين من عشرة سنة السبعتاشرة تصرب عامي يعني في عدة سنوات يعني دخلوا من درسة وما كملوش وما يعرفش يركو يكتبو وراح بقى يبقى صابر ميكانيكي يبقى صابر دجاج روح يشتغل في المعمار يعني يقول لك بقى التعليم مش جايب همه وخطورة الناس تبقى شايفة التعليم مش جايب همه دي منحانة خطر ان هو التعليم والدوم فين وتلاقي مرتبات هزيلة وضعيفة فهلهم نتكلمة عن مجتمع بينهار من الداخل من ناحية الثقافية ومن ناحية التعليمية وده بشكل صريح حيكون بيصب في صالح الارهاب بيصب في صالح الجهل والجهل ضد ضد التقدم يعني فيه علاقة تردية بين التعلم والصحة وبين النهضة وكذا طبعا بالعكس بالعكس علاقة عكسية تظاهر في المستوى التعليم يبقى انحطاط وانحضار وبعد عن النهضة الحديث تظاهر في الرعاية الصحية بنتكلم برضو في تظاهر في الحضارة فيها فيه علاقة تردية مباشرة بين التعليم والصحة وكفائتهم وبين النهضة والعلمانية والتنوير وأمور كثيرة جدا مجتمع جاهل سهل السيطرة عليه سهل التأثير عليه سهل ترويج أفكار متطرفة سهل شحنه عاطفيا سهل شحنه باستغلال الدين وتوجيهه كل ما يكون أكثر جهلا كل ما يكون عرضه أكثر فدي الفكرة ان التعليم مهم من هذه الدرجة فلولا مناهج أصعب من المستوى بتنهيك الأسرة المصرية بتزود الدروس الخصوصية بتعقد الطلب من التعليم بتزود بقى التصرب يعني هو طبعا الطبقة المتوسطة حتى انها مصرة وكافح يعني وتدفع دم ألباع عشان الولد لازم يتعلم ولازم يكمل مرحلة الدراسة اللي حصل في السامات السابقة انه كان عاملين يرحله يعني يعني عندنا لجنة قائمة للتطوير مشاكل كامل طالب ضغم كتير بقى مطبق والنافع موضوع مش عارف عن تخطي الشدادة من الحاجات دي ولكن يعني لم يستجيه فالقصد يشهد في الموضوع ان اللجنة قائمة ايه اللي عملوه في الفترة اللي فاتت بيعونوا عملي الترحيل من الأعلى الأسفل يجيب لك من الجامعة يحط في السنة ويحط في جبن السنة ويحط في الإعداد يجيب من الإعداد يحط في الابتدائي فتفاجأ المناهج صعبة وشديدة صعوبة ومن الصعب يستيعابها في الفترة الزمنية المنهج ربع ابتدائي اللي هو الـ 1028 صفحة مودة أساسية في 70 يوم اللي هو 14 أسبوع في خمس ايام بـ 70 يوم يقول لك ايه المقصود بالبق يعني لو يعني كان الأول أولية الأمور حتى لو هي معها دبلوم اللي هو تعليم متواصل بتقدر تقعد مع أولادها الصغيرين وتذكر معهم وتعلمهم لغاية 6 تبتدائي وأحيانا لغاية 3 تعدائي لأنها في الانها مناهج ايه عن طريق القراءة يعني ممكن تستوعبها التاريخ تقول له المعلومات التاريخية المذكورة تذكر معها العلوم يعني بشكل أو بآخر لأمها تعتدوا في مصر لمبارسة هذا الدور لأن المدرسة كان زمان مفيش كلام ده يعني أنا والدي كان خليج جامعي والديتي برضو كانت خليجة جامعية ولكن فكرة إن احنا كنا منذكر لوحدنا فكرة الأم تقعد تذكر مع الأولاد دي ما كانتش أساس يعني ممكن تسألها في سؤال أو حالة جاوبك إنها مش تقعد تذكر بشكل ايه دي لأن المدرسة كان بتقدم خدمة تعلمية جيدة دي كان منذري كسافات قليلة ربيعين في الفصل مش عارف ايه فصول واسعة بتاعت زمان فتقدر أنت عن طريق الحصة والمدرس وتقدر تستوعب وتسأل وتناقش وتريد تجي في البيت ممكن تذاكر أو تراجع الحاجات اللي معلومات أنت خدتها بشكل أبار أنت هذا الكلام مع الفصول التسعين والمية والمشاكل بتحصل في المدارس ومستوى من العنف ومستوى من التنمر واعتداءات وأقول كثيرة جدا بتجعل المدرسة بتتراجع أهميتها وبيبدأ البيت يكون هو دور الأساسي وطبعا كان أحمد أمين فطبعا اليابان كدولة محترمة والدول اللي هي تقدمت بتمشي في خطوط متوازي يعني أنت بتتكلم عن منهج وبتتكلم عن مدرسة وبتتكلم عن مترس يعني عناصر ثلاثة لازم يكونوا ماشيين بالتوازي ففيه تطوير في أداء المعلم وتدريبه بشكل جيد باستمرار بشكل مستدام على المستحدثات وعلى التكنولوجيا وعلى طرق التدريس وغيره وفي نفس الوقت توفر له وضع اجتماعي ومادي محترم يستطيع أنه هو ما يضطرش يشتغل شغلة تانية أو حاجات زي كده والمدرسة نفسها كما كان تنشئ مدارس تكفي أعداد الطلاب تتوفر فصول جيدة توفر معامل صوتيات للغات وغيره يعني توفر بيئة تعليمية المفروض لكل الطلاقات لكل الطلاقات فطبعا نظرا لتراكم يعني مشاكل كثيرة كثيرة جدا في خلال العقود الماضية زي ما قلنا الكثفات زادت المدارسة بعد فترتين حركة الدولة والتعليم في البناء والإنشاءات ما كانش موازي ليه زيادة النسل أو زيادة البشر يعني فده مع الوقت أصبح وصلنا لهذه الكفاءات ومدارس فترتين وفيها ثلاث فترات فالمفروض التوازي المعلم ووضع الاجتماعي ووضع المادي بدأ ما يضطر يفتح محل أو يعني ما يهتمش بشغلته دي شغلة هامشية ويبقى دي شغلة تاني تمش منشغل بالعملات التعليمية يعني منشغل بحاجة غير عملات التعليمية والنقطة التانية زي ما قلنا ننشئ مدارس ما فيش بقى فلوس لازم تتوفر هذه الأموال لازم نفكر تفكيرات متنوعة نحل المشكلة هل نستغل الجوامع في بعض القرى إنها تتعامل فيها بيئة تعليمية مؤقتا لغاية من المدرسة تبنا نجمع تبرعات نضخ أموال نقترد أموال يعني نتصرف بحيث نوفر بيئة تعليمية جيدة ونوفر معلم جيد ونوفر طبعا منهج متناسب مع المستوى العقلي والفروق الفردية ووضعنا اللي احنا عايشين فيه مش نبالغ فيه في أمور لبما لا تصلح ليه زي ما قلنا مجتمع فيه نسبة من الأمية فيه نسبة من الفقر فيه نسبة من التراجع في الخدمات الأساسية فإحنا نتكلم عن مجتمع لازم يكون التعليم من فيه الأولوية منهج ومعلم وبيئة تعليمية أو مدرسة أو مكان للتعليم التلاتة مهمين تلاتة فيزيات الأهمين إنما حنحط مناهج أصعب من اللازم لتتناسب مع الفروق الفردية للطلبة ولعمره معين لأن خلي بالك الأعمار متناسبة يعني مثلا عندنا في مصر المدرس التجريبي غير ما ده سنة المصر فيه فرق في السن سنة سنة ونص يعني ممكن تلاقي مثلا طالب أولي ابتدائي في الحكومة خمس سنين ونص في التجريبي لازم يكون سبعة سنين ونص فبتاع رابعة ممكن يكون ثمان سنين لو هو في درسة حكومة عربي وممكن عشر سنين لو في مدرسة لغات فإحنا بنعمل حاجة اسمها أمير الرجب أضعفهم يعني ناخد بالأقل ليما يعني نعمل المنهج على مستوى الأقل اللي هو الثمان سنين أو الثمان سنين ونص بسر نعملوش على أبو عشرة يعني 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 أمير الرجب أضعفهم إحنا لو ماشيين كلنا في الشرع أسرة أو في الحديقة المفهود نمشي مين على خطوة بودي الصغير يعني أظهر واحد في العائلة أو في الأسرة إنما لو كل واحد ماشى بخطوته حنزبعتر 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 دي فكرة أمير الرجب إيه أضعفه فإنت لو يكون عندك مرحلة سنينية في ناس عشر وفي ناس تمانية لا تمشي على التمانية اللي هو الأقل وتقيس مستوى الزهني واسطوى العقلي وتحاول تمشي تعليم مهمة جماعة وشديد الأهمية وفيه حاجة اسمها التقويم ملاكز البحث بقى اللي أنا بتكلم عنه قياس الرأي العام والليجان دي تنزل اللي هم بتوع قياس الرأي العام يشوفوا يعملوا بحث ميداني على عينا عشوائية من القرى ومن المدن ومن الأحايا الشعبية ومن الأحايا الغنية في مدرس اللغيات ومدرس الحكومة ويقيموا المستوى بتاع المدرس اجتماعيا وماديا وعلميا مادة العلمية نفسها وكذلك الطالب برضو اجتماعيا وماديا وعلميا ونعمل دراسات وأبحاث وبناء عليه نثبت المنهج ده إنه هو جيد ومناسب لهذه الفئة العمرية أو إنه هو غير مناسب أو إنه محتاج لتخفيف أو لكذا برضو المادة العلمية المقدمة إذا كانت دي جيدة يبقى نكمل معاها نزود فيها مادة تانية أقل جودة نحاول نعدل فيها كل الثانية نزود فيها وإلا هنصدم بتسرب أكتر بجهل أكتر بينهاك أكتر للأسرة مصرية لا تتحمل ده بشكل عام التعليم مهم التعليم مهم للرقي للتحضر للوعي لمواجهة الإرهاب لمواجهة الأفكار المتطرفة لتحصين المجتمع أنت متخيم أنه عندك أكربعة وعشرين مليون واحد موضطرين ليقولك موضطرين يلتزموا من البنج اللي أنت بتقدمه ده كنز كنز استراتيجي أن يبقى عندك أربعة وعشرين مليون مجبرين يقعدوا قدامك غير الجامع الجامع ممكن يروح ممكن ما يروحش ممكن يسمع ممكن ما يسمعش النادي الفيلم اللي أنت بتعمله الدراما كله هو شو تطر بيشوفها نسبة من المجتمع إنما اللي بيبقى عندك أربعة وعشرين مليون جيل لك من أول أربعة سنين اللي هو في جيوان مثلا لغاية ما يبقى 18 سنة وإنت عندك إمكانية أنك تشكل عقله وتشكل زهنه وتشكل وعيه اللي هو تشكل غلط في أصول سابقة تعالج المشكلة وتعيد تشكيله وتتراخ أو تقصر أو لا تقدم الخدمة التعليمية الكف والتوعية الكف وربما تجيب أثار عكسية بتصر بأكثر وبجهل أكثر وبأمية أكثر يبقى إحنا أمام خطر داهم أتمنى أنه هم المسؤولين والمهتمين بالشأن التعليمي والمهتمين بشأن هذه المنطقة من العالم اللي هي عالم ثالث لابد أن نكونوا مقنين بكده وإن احنا نحاول نعالج مشاكلنا ونتقدم للأمام دي عملية شديدة الأهمية تعليم مهم في الوعي في مواجهة الإرهاب في أمور كثيرة أخرى تمانياتنا للوزارة بالتوفيق وضرورة الرأي والرأي الآخر وتقبل الرأي الآخر وعدم أخذ الأمور بحساسية مفرطة أنتم بتعليموا الناس كله الآخر بتعليموا الرأي والحقيقة فإحنا نقول رأينا في الآخر في هذا الموضوع والموضوع شائق ربما يكون لنا حلقات لحقة في تفاصيل المنهج الموجود وربما تعليقاتنا علي شكرا جزيلا وكانوا في حلقات لاحقا